السلام عليكم سؤال سريع كده ايه الوظائف اللي اتوقع انها هتختفي لطالح الالة في مجال الكونستروكشن يعني الكمبيوتر والكسر حديثة ايه اللي ممكن نقصل على مجال الكونستروكشن وبعض الوظائف ما تلاقيش شغل وده مهم جدا لان انت ممكن تكون شغال في وظيفة واتقنتها كواس جدا وتفاجأ انها بتتعامل بشكل سريع جدا مع الكمبيوتر بداية اي حاجة مملة او فات اقرار او فيها عدم تفكير او خلاص خلاص ممكن ان الكمبيوتر يعملها زي مثلا الحصر واتقنتك هتتعمل بعد كده تمام في حاجات كتيرة بيت اوتوميشن فحاول انت تتطور نفسك في المجال بتاعك ولو المجال بتاعك فعلا قديم ومفوش تطوير شوف ايه الاحدث وتابع ايه اخر التطورات يعني يعني ما بفرحش ان معا البامة وخلاص لا احاول تدور ايه اللي بعديه ايه الجديد ايه الحاجة المتطورة وهكذا مشكلة كبيرة بقى مع العمال ان اصبح فيه طبعات سلسية الابعاد ممكن تبني مدن بشكل دقيق جدا ما فيش مشاكل الخطأ البشري وبياخد الشغل من البامة ويبدأ ينطلق ويعمل لك مدينة واثنين وثلاثة يعني انت اصمامت حاجة غيره وهو ايه يقررها الاف المرات وتكلفة بسيطة وتلاقي مدن كاملة عملت وما فيش عمال فيها غير خمس ستة عمال فديم الحاجات الخطيرة جدا اللي هتعمل النوع من انواع البطالة واصحاب الشركات هيوافقوا على كده لان ارخص واريح لاتباغهم ما فيش حاجة اسمها ان الالة تعمل اضراب والحاجات دي كلها فاحنا لازم يكون جاهزين الحاجة دي ممكن تاخد خمس سنين وتلاقيها حصلت تلاقي كل الدول اشتريت عشرات الطبعات السلسية اللي بعد وبدأت تبني مدن فلازم انت تطور نفسك ويبقى عندك ميزة ان انت بتعرف تبرمج ان انت تعرف ازاك اصناعي تعرف حاجات قوية تفيدك في المستقبل وتخليك خارج مجل المنافسة مع الالة او ان انت الوظفة تحتك تكون مستقرة لحد ما ابدأ ادور على ايه الوظائف المستقبل محتاجها فنبدأ نركز عليها وتطور نفسنا فيها